مشاهدين دلوقتي موجز لأهم وآخر الأنباء مع هالا تفضلي هالا شكرا بساند التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق اليوم جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات في مدينة نصر على أن يخصص اليوم للمحور السياسي ومن المقرر أن يخصص يوم الثلاثاء للمحور الاقتصادي الذي سوف تناقش فيه لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مداري جلستين اتفاع الأسعار وسبول تقليل العب على المواطن كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مداري جلسة واحدة بداء لخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي وتناقش لجنة الصناع على مداري جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناع للمدائيين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة اختتمت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 حيث شهد المهرجان الذي أقيم في الفترة من الثالث عشر من يوليو حتى الثاني من سبتمبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الآلمية أن مهرجان العالمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم العالمين حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات ووجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المانية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شايا السوداني في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان العراقي الأوضاع في كركوك وذكر المكتب الآلمي للرئيس الوزراء في بيان أن السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد في الاتصال تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك هذا وتم التجديد خلال الاتصالين على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانسي للمحافظة أعلنت الشركة المشاغلة لجسر القرم والمعينة من جانب روسيا أن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط بين روسيا وشبي جزيرة القرم بعد توقف قصير هذا وكان جسر القرم هدفا لهجمات متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة جوا وبحرا في الشهور القليلة الماضية قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إن سفينتين أخرين مرتا عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب ولم يحدد زيلانسكي هوية السفينتين ولم يذكر متى أكملت مرورهما وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تستعيد حرية الملاحة الحقيقية في البحر الأسود أجرت كوريا الشمالية منورة محكاة لهجم نووي تكتيكي تضمنت إطلاق السعر وخيين من تراز كروز بعيد المدى في حين تفقد الزعيم كيم جونغ أون مصانع لتشييد السفن والذخيرة من جهتها أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن تدريبات أجريات السبت للإشارة إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية فيما تعهدت بيونغ يونغ مجددا بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن والسول أعلنت هيئة الأركان العامة في بوركي نفاسو مقتل شرطي وأربعة مدنيين مساعدين للجيش قرأ هجوم في شمال وسط البلاد وأضافت هيئة الأركان العامة في بيان أن الهجوم وقع ضد موقع للمتطوعين للدفاع عن الوطن لافتة إلا أن عددا من وحدات الشرطة انتشر في إطار تعزيزات وذكرت الهيئة أن المهاجمين اضطروا إلى التراجع في مواجهة القوة النارية للوحدات التي تمكنت من تحييد نحو عشرة مسلحين انتهى موجة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل